السلام عليكم كل سنة وحضراتكو طيبين ورمضان كريم النهاردة واحد رمضان كبتوا الفوانيس علقتوا الزينة عملتوا الكنافة النهاردة اول يوم هنفطر على مدفع رمضان بعد الغياب 29 سنة ايوة المدفع اللي كنت حضرتك بتسمعوا ده ازن المغرب وازن الفجر كانت تسجيل في حاجات كده بنعملها ارتبطت بشهر رمضان وباقي التعداد وتقاليد اتربينا عليها زي مثلا تعليق الزينة تعليق الفوانيس الكنافة تعالوا نتعرف على الاصل الحاجات دي او بدأت ازاي اول حاجة هي فنوس رمضان اول مظاهر الفنوس ظهر في الكهرة لما الخليفة الفاطمي المعزي اللي ديني له قرر يفتح مصر بعت القائد جوهر السكلي عشان يفتح مصر بعد ما مات كافور الاخشيدي فتح مصر بمقاومة بسيطة وانشأ مدينة الكهرة وهنا نرجع للحتة اللي بتقول اللي بنا مصر كان في الاصل حلواني لان القائد جوهر السكلي كان بيعمل بمهنة الحلواني الخليفة الفاطمي المعزي اللي ديني له لما دخل الكهرة كان بالليل وطلعت الناس استقبلته بالفوانيس في قصة تانية بتقول ان الخليفة لما دخل مصر امر بتعليه فوانيس على البيوت وعلى المحلات وبالنسبة للستات كانت بتطلع تزور بعضها بالليل بعد الفطر فكانوا بياخذوا اطفالهم بفوانيس عشان ينوروا لهم الطريق فكانت الستات تدخل بتقعد مع بعضها والاطفال اللي لعبوا مع بعض بالفوانيس في الشارع فارتبط موضوع الفانوس بالاطفال والشوارع بشهر رمضان من هنا انتقلت لكل مدن العالم الاسلامي تاني حاجة نتكلم على النهاردة وهي مدفع رمضان في حكايتين بيتكلموا عن الموضوع ده بس كلهم بيأكدوا انها بدأت من مصر الحكاية الاولة بتقول ان اول يوم رمضان سنة 865 هجرية السلطان المملوكي خشقدم كان بيجرب مدفع جديد وصادف اطلاق المدفع وقت ازان المغرب فظن الناس ان السلطان بينبهم للإفطار وان المغرب بيأزن فخرجت الاهلية تشكر السلطان ولما عرف امر انه كل يوم في معادة الإفطار المدفع يضرب الحكاية التانية بتقول ان محمد علي باشا سنة 1805 كان بيجرب مدفع جديد مستورد من المانيا وبرضه تصادف اطلاق المدفع مع ازان المغرب وكان مكانه في قلعة صلاح الدين الايوبي انتقل الموضوع بعد كده برضو الى كل مدن العالم الاسلامي الحاجة التالتة معنا النهاردة وهي الكنافة الخليفة المعزل الدين الفاطيمي لما دخل الكاهرة عملو له احتفال كبير جدا وقدمو له حلوة الحلوة دي هي الكنافة وعجبته جدا من بعدها انتشرت للكاهرة كلها ومن بعدها برضو انتشرت لجميع مدن العالم الاسلامي وارتبطت برضو بشهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين متنسوش تدعمونا باللايك والشير وتعمل الاشتراك للقناة شكرا لكم